طيب هنا نرجع فورا للبيئة التشريعية الداعمة وهنا سيد النائب الدور اللي هتبدأ تشتغل عليه التنسيقية بوصفها مظلة جامعة ومجلس النواب بصفته ودوره الطبيعي في إيجاد التشريعات اللازمة هتعملوا إيه؟ صحيح شوف حقول لحضرتك حقيقة علشان بس انبسطوا الأمور شوية يبقى المشاهد يقول لك يعني عمال حستفيد إيه باقتصاد المعرفة وإيه الاقتصاد يعني أنا مش فهم إيه اللي هيعود علينا إن إحنا تنتقل مصر إلى هذا الاقتصاد الهام جدا إيه اللي أصبح الآن هو يعني اللي بيشغل فكر الدول المتقدمة إحنا عندنا تلت محاور أنا بس هاخد من كلام السيد الرئيس في آخر حديث له عندما أتحدث عن مسألة 300 ألف طالب تقدموا من كميات عندسة ده مؤشر خطير ده مؤشر خطير لأنه ده على فكرة أحد أجزاء اقتصاد المعرفة إن إحنا محتاجين طفرة في المناهج التعليمية اللي تقدر تحقق لنا ده شوف إحنا من غير مسألة التعليم حيبقى عندنا أزمة جبيرة جدا يعني الدول بتتقدم دلوقتي بالعلم والتكنولوجيا وثورة والثروة المعلوماتية إحنا محتاجين نركز في هذا القطاع أعتقد إن الدستور إدى مناخ ملائم لمسألة تطوير التعليم بكل أفرعه بالنسب اللي أقرت في الدستور من الناتج القومي أو الناتج المحلي القومي لتطوير التعليم محتاجين نطور التعليم؟ أه محتاجين نطور التعليم محتاجين بقى تشريعات؟ أه فعلا إحنا محتاجين تشريعات لأن لسه الرؤية العامة في إطار تشريع يضبط مسألة الطفرة الخاصة بالاقتصاد المعرفي إحنا لسه محتاجينها المؤشر اللي قاله السيد رئيس الجمهورية ده مؤشر خطير ينبه كل العاملين في القطاع سواء الحكومي أو التشريعي بضرورة سنة تشريعات تساعد في تطوير العمليات التعليمية ويبقى فيه جزء من عمل البرلمان يراقب هذه العملية والتحول ده مهم جدا يكون فيه أسرع وقت إلا أنا بقول لحيك إحنا من منتصف القرن الماضي الإقصاد المعرفي بدأ يعني هذا المصطلح يبدأ ينتشر في الدول في دول عربية سبقى كتير في هذا المجال ويمكن الدكتور طرح مثال أحد الأمثلة وفيه أكيد أمثلة تانية كتير عندنا عقول مبتكرة عندنا عقول مبتكرة محتاجة رعاية محتاجة رعاية محتاجة مضالة تشريعية أو محتاجة مضالة تشريعية وأعتقد أن التنسيقية يعني هتعمل في هذا الإطار إن إحنا نحاول نبلور فكرة تشريعية أو إطار تشريعي يساعد الدولة المصرية على الانتقال سريعا من الاقتصاد التقليدي المبنية على الموارد يعني إحنا بنعاني منها برضو الاقتصاد معرفي نستطيع إن إحنا نسخره لتعظيم الموارد صح يبقى أنت محتاج النهاردة تعليم ولو أنت النهاردة محتاج تشريع أعتقد أن البرلمان لنا يتأخر في هذه المسألة محتاج إنك إنت كمان تبلور هذا المفهوم داخل إطار تشريعي بالاقتصاد المعرفي لا أعتقد أن البرلمان حيومانع زي ممتحك إحنا في التنسيقية بدأنا هذا في المنتديات الخاصة بتاعتنا إن إحنا بدأنا نناقش هذا الموضوع يعني أعتقد أن دي برضو خطوة إيجابية محتاجة برضو من اتجاه آخر الحكومة والدولة المصرية إن هي تنطلق أيضا في تعريف الناس وتوعية الناس بقيمة اقتصاد المعرفة لأن أنت النهاردة بتشوف نمازج يعني من الشباب وأجيال من الشباب بتروح في اتجاهات قد لا تتوافق مع سوق العمل ولا تتوافق مع مسألة يعني تنمية الاقتصاد بهذا الشكل يبقى أنا محتاج كمان أوجه محتاج إن أنا أدرب محتاج إن أنا أقاهل عشان يبقى عندنا في أسرع وقت جيل قادر على إنه يحمل الدولة إلى مسألة تطبيق اقتصاد المعرفة بشكل فعل فبس قولا ده مهم جدا للدولة التعليم ولا مانع إذا كنا محتاجين لتشريع نحنا نبدأ في هذا الموضوع وكمان اقتصاد المعرفة نحن نبلوره بشكل واضح داخل القانون المصري مفيش مانع طبعا حلو خالص طبعا